كميات الأمطار تتجاوز 87 ملي متر في العاصم عمان والأمطار مستمر بالهطول حتى يوم الجمعة التفاصيل بعد قليل النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطام الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أسعد على وقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن استمر تأثر المملكة بالتيارة الغربية الرطبة خلال ساعات نهار اليوم الخميس وانتشرت كميات كبيرة من الغيوم المنخفضة التي عملت على هطول زخات من الأمطار على فترات خاصة في المنطقة الشمالية والوسطى من المملكة وكانت هذه الغيوم عبارة عن غيوم ملامسة لسطح الأرض الضبابية في المناطق الجبلية العالية سؤال أقمى الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح استمرار تأثر المملكة بهذه التيارات الغربية الرطبة المحملة بكميات كبيرة من الغيوم المنخفضة نحو عموم منطقة بلاد الشام عندما نتحدث تيارات غربية رطبة نتحدث هنا عن تيارات غربية باردة سطحيا تعبر مياه شرق البحر المتوسط تتشبع بكميات كبيرة من الرطبة وتتشكل الغيوم المنخفضة بسبب هذه الكميات الكبيرة من الرطبة وتحطل زخات الأمطار خاصة في المناطق الجبلية عند استضام هذه الرطبة فوق المناطق الجبلية العالية نتحدث الآن عن توقعات الأمطار المتوقعة اعتبارا من نهار اليوم الخميس وحتى يوم السبت يوم الخميس تستمر التيارات الغربية الرطبة والغيوم المنخفضة بالاندفاع نحو عموم منطقة بلاد الشام من شرق البحر المتوسط وتستمر فرصة زخات الأمطار خلال ساعة نهار يوم الخميس خلال ساعة ليلة الخميس على الجمعة وأيضا خلال ساعة نهار يوم الجمعة لكن اعتبارا من يوم السبت يندفع نحو المنطقة المرتفع الجوي السيبيري من الشرق سيعمل على تلاشي وتراجع هذه الرياح الغربية الرطبة وتحولها إلى شرقية جافة وباردة والتالي تتراجع فرص وطول زخات الأمطار اتبار من يوم السبت وتستقر الأجواء لكن تستمر الأجواء الشديدة البرودة بشكل عام نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث تستمر فرص وطول زخات الأمطار في العاصمة عمان مع فرصة تشكل الضباب فوق الأحياء العالية درجة الحرارة المقاسة حوالي 7 درجات مئوية المحسوسة 5 درجات الرطبة مرتفعة بشكل كبير حوالي 100% والرياح تكون غربية خفيفة إلى معتدلات أسرع توقعات الجوية للعاصمة عمان لثلاثة أيام القادمة يوم الجمعة تبقى الفرصة مهيئة لهطوزة خاتم الأمطار مع جواء ضبابية فوق الأحياء العالية من العاصمة عمان 10 درجات مئوية فوقت الحرارة العظم أما الصغرى 5 درجات مئوية ويعود التقس ليستقر اعتبارا من ساعات ليل الجمعة على السبت لكن يوم السبت كما ذكرنا المرتفع الجوي السيبيري وسيطر على المنطقة تستقر الأجواء تهب الرياح الشرقية الجافة والباردة نحو عمو مناطق المملكة أجواء مشمثة لكن باردة 10 درجات مئوية فقط كحرارة عظم أما الصغرى 5 درجات مئوية يوم الأحد 12 درجة مئوية كحرارة عظم أما الصغرى 6 درجات مئوية مع سيطرة لأجواء مستقرة وباردة بشكل نعم توقعات الجوية لباقي المدن الأردنية ليوم الجمعة نبدأها من المنطقة الشمالية تبقى تتأثر بالرياح الغربية الرطبة فرصة الزخات من الأمطار في كل من إربد وجرش وعجلون لكن الأجواء تكون غائمة جزئيا في المفرق مع 13 إلى 5 درجات مئوية بالنسبة لمنطقة الوسطى الزرقاء فرصة الزخات من الأمطار خاصة خلال فترة الصباح 13 إلى 7 درجات مئوية أجواء ضبابية في كل من العاصمة عمان وأيضا البلقاء مع فرصة الزخات من الأمطار مع 10 إلى 5 درجات مئوية في العاصمة عمان مأدب 11 إلى 7 والبحلية 19 إلى 15 درجة مئوية بالنسبة لمنطقة الجنوبية الكرك فرصة الزخات من الأمطار وأجواء ضبابية خاصة فوق القمامة الجبلية العالية الكرك 10 إلى 4 طفيلة 9 إلى 3 الشوبك 6 إلى 0 درجة مئوية معان 11 إلى درجة واحدة تحت الصفر والعقب 20 إلى 11 درجة مئوية بالنسبة لمنطقة الشرقية تكون فرصة واردة لهطوز الخات متفرقة ومحدودة من الأمطار مع أجواء غامة جزئيا بشكل عام الأزرق 15 إلى 5 الصفوي 14 إلى 4 ورويشد 14 إلى 5 درجة مئوية إلى هنا تنتين نشرتنا للقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري موسيقى اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة